ضمن نزولها الميداني للمحافظات المحررة اجتمعت اللجنة المشكلة من وزارة الإدارة المحلية برئاسة وكيل وزارة الإدارة المحلية عوض مشبح رئيس اللجنة بقيادة السلطة المحلية بمحافظة عدن ممثلة بالقائم بأعمال المحافظ أحمد سالم ربيع علي وذلك للاطلاع والتفتيش على سير أعمال السلطات المحلية ومناقشة الإنجازات والصعوبات والخطط والموازنات والإيرادات واقتراح الحلول المناسبة لها والرفع بالتوصيات لرئاسة الوزراء وفي اللقاء قال سالمين إن الاجتماع يعد فرصة لعرض كل جوانب القصور التي تعيق عمل السلطة المحلية من جانبه أوضح عوض مشبح وكيل الوزارة أن الهدف من هذا النزول الجلوس مع قيادات السلطات المحلية ومناقشة المعوقات والصعوبات والخطط والموازنات والإيرادات والاطلاع على سير أعمال الأجهزة التنفيذية ومستوى أدائها والتحقق من مستوى تحصيل الموارد المالية المحلية والمشتركة والحث على رفع كفاءة التحصيل